تابت أوقاتكم مشاهدين الكرام هذه جهام منصور تحييكم من العاصمة الأمريكية واشنطن وحلقة جديدة وعين على أمريكا دخلت الحرب على قطاع غزة شهرها السابع وتجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 33 ألفا رغم الدعوات العربية والدولية والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار ازداد الوضع في الشرق الأوسط اشتعالا بعد الرد الإيراني على قصف إسرائيل لسفارتها في دمشق ومقتل عدد من ضباط حرس الثورة الإيرانية جيو سياسيا جاء الرد الانتقامي حفظا لماء الوجه أو ربما تنفيسا عن الغضب الشعبي في أروقة حكومة الملالي في تهران عسكريا لم يصفر الرد الإيراني عن خسائر ملموسة في إسرائيل أما سياسيا فقد أعطى لتل أبيب زخما دوليا حيث تبارت دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة في التعبير عن التضامل مع إسرائيل من جانبه عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على الهجوم الإيراني على إسرائيل في تصريح مقتضب مفاده تصدينا وانتصرنا ويبدو أن المخاوف الأمريكية من إشعار حرب إقليمية أوسع دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكبح جماح فكرة الهجوم المضاد الإسرائيلي تجنبا لحرب إقليمية ذات عواقب كارثية لكن ما زال هناك إسرار داخل حكومة الحرب الإسرائيلية على ضرورة الرد رغم تعهد واشنطن بعدم التدخل في أي هجوم على إيران وما زالت قضية المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وأوكرينيا وتايوان محل خلاف بين أعضاء الكونغرس الأمريكي لمناقشة مستجدات الموقف الأمريكي من هذه التطورات معنا في الستورجيو السيد هينو كلينك نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق أهلا بك سيد هينو وأيضا السيد مايكل معلوف المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكي أهلا بك وعبر تقنية زوم من واشنطن السيد لورنس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق أهلا بك سيد كورب في البداية أبدأ معك سيد كلينك يعني منذ بدء الحرب على قطاع غزة والدول العربية وواشنطن أيضا تحذر من اتساع هذه الحرب ودخول جبهات أخرى في هذا الصراع لكن على ما يبدو أن أتلة أبيب كان لها رأي آخر قالت في البداية أنها لن تدوم سوى ساعات لكن هذا ما وصلنا إليه كيف ترى الخطوات التي يجب أن تتخذها واشنطن الآن لحلحلة هذه الأزمة خاصة مع تعهد حكومة إسرائيل بالرد على هجوم إيران ومن ثم تعهدت إيران بالرد على الهجوم الجديد الذي سوف تقوم به إسرائيل وهي دوامة من العنف على يبدو لن تنتهي دعونا أولا نؤكد على حقيقة أننا دخلنا فصلا جديدا فلأول مرة تشن إيران هجمات مباشرة وعلنية انطلاقا من أراضيها على إسرائيل أكثر من ثلاثمائة قذيفة ما بين طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وكروز ومن المؤكد أنهم فشلوا في تحقيق أي أهداف من هذا الهجوم أشعر بالقلق من شعور النظام الإيراني بقدرته على شن هجوم مثل هذا وكأن مشهد السابع من أكتوبر ضد إسرائيل يعاد مرة أخرى هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار هجمات حزب الله وهجمات الحوثينة التي كسرت أي قيود جغرافية إسرائيل يجب أن تتحرك بسبب سابقية هذا الهجوم من المؤكد أن واشنطن تريد احتواء الصراع بالرغم من أنها لم تنجح في ردع وكلا إيران كافة لذلك أعتقد أننا ندخل فصلا شد خطرا سيد معلوف برأيك ما الذي حققته إيران في هذا الهجوم أو ما يسمى رد الفعل على تدمير السفارة الإيرانية في دمشق هناك بعض من يتحدثون عن قرار نتنياهو المتوقع ضرورة ردع إيران هذا ما قاله حكومة الحرب أو قالته حكومة الحرب وهناك طبعا الرد الحاسم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والدول العربية بأن تمتنع إسرائيل عن رد غير متناسب من شأنه أن يشعل المنطقة وتزيد الخطورة كيف تتوقع ما الذي سيحدث أولا وقبل كل شيء إيران كانت ترسل رسالة بطريقة ما بحيث لا تتوسع دائرة الصراع شنت إيران هجوما مباشرا من أراضيها إذ لم يفلح ذلك عن طريق كلائها في المنطقة وأثناء رسال هذه الصواريخ كانت هناك طائرات مسيرة بطيئة للغاية وبعض الصواريخ الباليستية التي وصل عدد قليل منها إلى أهدافه لقد أظهروا أنهم قادرون على الوصول من إيران إلى إسرائيل بحيث إذا كانت إسرائيل تعتزم في المستقبل مهجمة الإيرانيين في أي مكان وهذا ما ستفعله فإن إيران ستزيد من رد الفعل المضاد وهذا ما أردته إسرائيل طوال الوقت أن تظهر كضحية وأن تبعد الأنظار عن الوضع الفلسطيني وبالتالي تكسب المزيد من الدعم الدولي من خلال ملاحقة إيران بدلا من الفلسطينيين وما يعتبره العالم إبادة جماعية لهم إنهم سيعدون التوجيه لاتهام الاهتمام العالمي وهذا ما نجحوا فيه إلى حد ما وسيتأكد هذا النجاح إذا هاجموا إيران ومع ذلك فإني أشكك في قدرتهم على من نسميه القدرة التنبؤية أشك في قدرتهم على المواصلة بشكل كبير دون مساعدة الولايات المتحدة التي أعلنت عدم المساعدة رغم استمرارنا في تقديم الدعم الدفاعي لإسرائيل وبدلا من قيام الشخص ما بمهجمة إحدى قواعدنا وعلى الولايات المتحدة الرد تقوم الولايات المتحدة بالهجوم لذا أين يرسم الخط الفاصل بين الدفاعي والهجوم هذا هو السؤال طيب أتوجه بالسؤال لسيد كورب يعني أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد دعم واشنطن أثابت لإسرائيل وقادت مجموعة السبع نسقوا رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني وطبعا الرئيس بايدن قال أنه أبلغ نتنياهو أنه سيعارض هجوما إسرائيليا مضادا على إيران وأن رئيس الوزراء يجب أن يرضى بهذا النصر هل برأيك سيد كورب سيلتزم الأخير بهذا الموقف ونحن نعلم من تصريحات إدارة بايدن أنها لم تكن على علم مسبق أصلا بالضربة العسكرية الإسرائيلية على سفارة إيران في دمشق من المهم إدراك أنه قبل هذا الهجوم الإيراني حتى الولايات المتحدة وحلفائها وحلفاء إسرائيل في أوروبا وكذلك العالم انقلبوا ضد إسرائيل بسبب طريقة إدارة الحرب في غزة قبل هذا الهجوم مباشرة كنا نقول الإسرائيلين ألا يقتحموا غزة وألا يدخلوا إلى رفح لأن هناك الكثير من المدنيين ورد نتنياهو لا إنني سأدخل الآن نتيجة لهذا الهجوم انظر إلى جميع الدول التي انضمت لدعوة عدم الدخول ليست الولايات المتحدة فقط هناك أيضا المملكة المتحدة وفرنسا ودول العربية مثل السعودية السؤال الموجه لنتنياهو هل تريد الرد والتخلص من كل هذا الدعم الجيد الذي حصلت عليه أم هل تشعر أن هناك طريقة ما يمكنك من خلالها الرد بشكل متناسب هذا أمر صعب لقد أوضحت الولايات المتحدة أنك لست بحاجة إلى الرد واعتقد أنه عندما يكتب تاريخ هذا الهجوم الإيراني سنكتشف أن إيران أرسلت برقية في وقت مبكر والأتراك علموا بالأمر وأخبار الولايات المتحدة وإسرائيل بذلك لو حدث فجأة أعتقد أن الضرر كان سيكون أكبر بكثير لكن إصابة 99% من الصاريخ يعني أنه كان لديك الكثير من التحذيرات قبل حدوث ذلك نعم سيد كلينيك الدول الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل وإيران على مدار الخصومة أو النزاعات على مدار 40 عاما حفظت على منطقة منخفضة من الاشتباك يعني لا يوجد اشتباك مباشر أو توجيه ضربات عسكرية مباشرة كما ذكر السيد معلوف أنه الآن إيران توجه ضربة مباشرة لإسرائيل وإسرائيل تستهدف سفارة إيران في دمشق هل برأيك هذا نقلة نوعية جديدة وخرجنا عن ما يسمى بالصبر الاستراتيجي تحديدا بالنسبة لإيران وإسرائيل الضربات الإيرانية على إسرائيل تمثل تصعيدا كبيرا فلعقود مضت كان الإيرانيون يستخدمون وكلاءهم لقتل الجنود الأمريكيين في العراق بشكل علني وقد استهدف وكلاء إيران إسرائيل عبر مجموعة متنوعة من بلدان كانت تستخدم كطرف ثالث ولدينا أيضا تاريخ طويل اتهمته إسرائيل بشن هجمات نصبت إليها رسميا وكانت تستهدف المصالح الإيرانية داخل إيران وخارجها وقد وجهت الولايات المتحدة ضربات الوكلاء إيران أيضا لهذا الأمر جديد وغير مسبوخ ولهذا السبب تفكر إسرائيل في الرد ولكن كيف؟ هذا هو المهم الدعم الدولي مهم في إحباط وجوم أكثر من 300 قذيفة ومن الواضح أنهم سيحصلون على دعم دولي لا توقع أن يقوم الإسرائيليون بشن هجوم انتقامي كما فعل الإيرانيون لكنهم سيفعلون شيئا ما ولو كنت ناصحا الحكومة الإسرائيلية أوافقهم على أن يقوموا بشيء ما لكن لا يجب أن يبالغوا وسأفعل ذلك في سرية لن أتبع نهج إدارة بايدن وما فعلته من إرسال برقية إلى إسرائيل وبقية العالم بما لن نفعله هذا يذكرني بعامي 20-22 عندما كنا نرسل برقية بما لن نقوم به تجاه الروس إذا اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية هناك بعض الأشياءات يتعين القيام بها في سرية خاصة عندما تعلق الأمر بالاتصال مع أقوى حلفائنا نعم طيب سيد معلوف هل يمكن القول أن نتنياهو خرج عن النص الأمريكي يعني هناك اتفاق على الأهداف ولكن لم توجد هناك خطة ميدانية أو وسائل كيف يحقق ما يقول أنه انتصار على حماس في قطاع غزة ثم جاء تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق كما ذكر ضيف الكريم سيد كلينيك أن نحقق نقلة نوعية وفصلا جديدا في هذا الصراع برأيك هذه التحركات لا تروق لواشنطن في بعض الأحيان لأن من يرى المشهد سياسيا يشعر أن واشنطن تتبع خطوات إسرائيل وليس العكس كيف تعلق على ذلك؟ فقط أن هناك نداءات كثيرة في واشنطن لرئيس بايدن بإيقاف الحرب في غزة نانسي بي لوسي السيدة الأولى جيل بايدن تحدثت سرا للرئيس هو يخسر بعض من قواعده الشعبية من الطلاب وغيره بسبب دعمه لإسرائيل على حساب الفلسطينيين تعليقك نتنياهو يتبع مؤيدي وأعلن رفضه لنصيحة الولايات المتحدة التي قالت أنها تواصل إصدار الأوامر والمناشدات لإسرائيل للاستماع إليهم والتحلي بالصبر ذلك فيما يخص الفلسطينيين أما في حالة الإيرانيين فقد أعلنت إدارة بايدن أنها لن تقدم أي مساعدة وكما يقترح زميل هنا إن كان نتنياهو سينضي قدما عليه أن يظهر بعض الرد للحفاظ على صورة الخاصة علاوة على ذلك فقد حصل الوزراء المتطرفون جدا مثل بن جفير على مكافآتهم عندما تحدثوا عن قطع رأس الأفعى وهي إيران لأنهم يعتبرونها مصدر كل مشاكلهم مع الجميع وبالتالي فإنهم يريدون التوجه بقوة لملاحقة إيران وهذا ما سيثير المشاكل لأن نتنياهو إذا لم يتبع نصيحتهم فسينسحبون من حكومته ثم تنهار ما يعرضه لتهم جنائية لا تزال معلقة وهو ما يجب أن يقلق بشأنه لذا أعتقد أن عليه أن يفعل ذلك لكن الشعب الإسرائيلي يدعم كل ما يريده نتنياهو ليس فقط تجاه حماس بل تجاه إيران أيضا لذا فهو موقف صعب عليه أن يتخذ بعض القرارات ويحاول تهديئة مؤيدي لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل بغض النظر عن القرار الذي يتخذه وإذا ما دخلنا نتنياهو في موجات مع إيران فسنكون جميعا على حافة الهاوية سيد كورب لعقود من الزمن خاضت إسرائيل وإيران ما يسمى بحرب الظل احتدمت في كافة أنحاء الشرق الأوسط تهران استخدمتوا كلا إقليميين لضرب المصالح الإسرائيلية في حين ركزت إسرائيل على ما يسمى الاغتيالات المستهدفة للقادة العسكريين العلماء النوويين الإيرانيين كجزء من استراتيجيتها برأيك هل تغيرت رقعة الشطرنج الجيوسياسية من استخدام الوكلاء والاغتيالات إلى سياسة المواجهة المباشرة وفي هذه الحالة من المستفيد برأيك؟ السؤال الحقيقي هو أن إسرائيل وإيران قد نفذتا من نسميه الحرب الضحلة لعقود من الزمن ووفقا لما سيحدث فإن إسرائيل ستقدم على اغتيال قائد عسكري أو عالم ذرة في حين أن إيران ستستخدم مكلاها مثل حماس وحزب الله وخاصة حزب الله لقصف شمال إسرائيل وحتى الآن لا أحد يستفيد من هذا النوع من الصراع ولكن هذا ما حصل عليه العالم لكن الأمور لم تتسع لتصل إلى حرب شاملة وهذا هو الخطر الحقيقي نحن نعلم أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وإيران قريبة جدا من امتلاكها لذا فإن السؤال الحقيقي هو هل يمكننا العودة إلى الوضع السابق الذي كنا عليه قبل الهجوم على غزة الآن سيعتمد الكثير إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إقناع الإسرائيليين وخاصة نتنياهو بدعم إقامة دولة فلسطينية وهو ما لا يريده لكن إلى أن يحصل ذلك سوف يكون لديك المزيد والمزيد من الإضطرابات في المنطقة التي لم تهدأ منذ عام 48 سيد كلينيك من جهة أخرى هناك تحركات في مجلس النواب الأمريكي للموافقة أو التصويت على حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل وأوكرينيا وأيضا تايوان ولكن هناك طبعا خلافات في مجلس الشعب ما أهمية تمرير هذه الحزمة برأيك وما الذي تتوقعه بسبب تلك الخلافات الموجودة بين الجمهوريين والديمقراطيين والجمهوريين أنفسهم إحساسي هو أنه سيكون هناك جهد الآن لتقسيم حزم المساعدات المختلفة سمعت تقارير اليوم ستكون هناك حزمة منفصلة لإسرائيل وأخرى لإوكرانيا وربما لتيوان أيضا وأعتقد أن هذا صحيح بسبب الخلاف السياسي الداخلي في الكونغرس هذه هي الطريقة الوحيدة للمضي قدما لأن ربط هذه الحزم ربما يعني عدم الحصول على أي شيء أنا من دعاة دعم شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم منذ عام 2021 رأيت مرارا وتكرارا فشل الردع في كل مكان وعند نقطة معينة نحتاج إلى محاولة إعادة تأسيس الردع من مصلحتنا أن لا تفوز روسيا وأن تنتصر أوكرانيا لأن من مصلحتنا الوطنية أن نضمن أن الدول الكبرى لا تغزو الدول المجاورة لها لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك خاصة عندما تكون دولة كبرى تفعل ذلك في دولة ديمقراطية إسرائيل حليفتنا منذ أواخر الأربعينات ردوا على هجوم أكتوبر يتعاملون مع قصمهم الذي هو حماس قالت حماس مرارا وتكرارا منذ السابع من أكتوبر سنفعلها مرة أخرى إن أي دولة تتعرض لمثل هذا الهجوم طبيعي أن تتخذ القطوات اللازمة لضمان عدم تكرار محدث مرة أخرى بالطبيعة الحال الصين لها طموحات سواء كان ذلك في مضيق تايوان أو جنوب بحر الصين يراقبون ما يحدث في العالم وكيف نرد لهذا السبب أعتقد أن من مصلحة أمريكا وشعبها دعم حزم المساعدات هذه مثل تقديم القروض لأوكرانيا دعونا نتذكر ما حدث في أوائل الأربعينيات عندما أقراضنا بريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي بالمساعدات كان هناك نقاش مثير للجدل بنفس القدر في الولايات المتحدة وتوصلنا إلى إقراض المساعدات نحن بحاجة إلى أن نصبح مبتكرين مرة أخرى نعم طيب سيد معلوف زحيفة الواشنطن بوست تحدثت عن تضاءل قدرات الدفاع الجوي الأوكراني أدى إلى تقدم الصواريخ والطائرات الروسية لضرب أهداف مثل البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا وهناك أيضا تحديث عن بسبب ضعف هذه القدرات الأوكرانية فإن موسكو قد تحتفظ ببعض الأراضي التي حصلت عليها نتيجة للحرب ويبقى ما يسمى الوضع الراهن حتى يتحقق السلام مع أوكرانيا خاصة مع تعثر المفاوضات في الكونغرس كيف تعلق على ذلك؟ وهل هناك كما ذكر السيد كلينيك فرصة لهذه المساعدات أن تمر أم أنها سوف تتعثر خاصة لأوكرانيا؟ سيظل هناك مشكلة في تقديم مساعدات لأوكرانيا بسبب الخلاف حول ما إذا كان سيتم تقسيم الحزم أم لا بالإضافة إلى وجود بعض الجمهوريين يقولون أين حمايتنا للحدود الولايات المتحدة؟ هذا غير مدرك في هذا الأمر ولذلك فإنهم يحصلون على كل شيء من أجل الخارج ولكن ليس من أجل حدود البلاد الجنوبية لكن ما سيحدث في النهاية هو أن روسيا ستبقى في المناطق التي احتلتها بالفعل لأنها كلها ناطقة بالروسية وما سنراه هو استمرار الضغط على كييف إذا لم يتم تدمرها فستكبر على التفاوض بشأن شيء ما وفي النهاية ستضطر إلى الإدعان بسبب استنزاف قدراتها وفشلها في التصدي للهجوم الروسي وفي مغدور أن يطلق مسيرات هنا وهناك لكن ذلك لن يغير الوضع على الأرض وأيضا لديك بولندا والليتوانيا والمغر لدينا جميعا أفكار لاستعادة الأراضي في غرب أوكرانيا تماما كما هي الحال مع الروس في الشرق لذا فهنا السؤال هل ستتمكن أوكرانيا من الصمود كالدولة في المستقبل نعم طيب يعني سيد كورب أعود بهذا السؤال الأخير معك إلى شرق الأوسط من جديد يعني هناك تعرف العلوم العسكرية مفهوم تقدير الموقف بأن عملية استكشاف الساحة التي ستقع فيها المعركة قبل بدء الأعمال الحربية وصحح لي إذا كنت مخطئة يعني بحيث تكون الخطوات مدروسة عند اندلاع القتال إذا كان تقدير الموقف غير دقيق فإن الحرب لا تمتد فقط بل تستهلك الجانب المبادر بالحرب قبل أن يشعر بتبعاتها الخصم وقد يجد نفسه ربما غير قادر على الانسحاب منها فالدخول في الحرب قد يكون سهل ولكن إسكات صوت المدافع يعتبر من أصعب المهام هل برأيك تتوقع أن ينصع نتنياهو للنداءات الدولية والأمريكية والعربية لإنهاء الحرب في غزة خاصة موضوع الاقتحام البري لرفح مع تصاعد الموقف مع إيران؟ السؤال الحقيقي لنتنياهو هو هل يريد أن يهدر ميزة حصول الإسرائيليين على دعم العالم الذي انحزى إليهم ضد إيران ودعني أستخدم تعبيرا أمريكيا هل سينسحب وهو الرابح؟ الآن أعتقد أن على نتنياهو أن يفكر فيما سيذكره التاريخ عنه لأنه من الواضح أن هذه هي ولايته الأخيرة وإنه سيكون محظوظا إذا استمر خلال هذا الخريف ما لم يتغير شيء بشكل كبير بايدن أوضح أنه إذا اقتحم رفح لن يستطيع دعمه بعد الآن ويعارض الكثير من الديمقراطيين تقديم المساعدات لإسرائيل كان لديك زعيم الأغلبية الديمقراطية على الرطبة يهودية أمريكية في البلاد قال السيناتور شومر إن علن نتنياهو أن يرحل ثم كان لديك أيضا الكثير من الديمقراطيين الآخرين الذين صوتوا ضد المساعدات المقدمة لإسرائيل ومن المثير للاهتمام أن تم تقسيمها الآن إلى حزم فاصلة يصوت الجمهوريون لصالح تقديم المساعدة لإوكرانيا وليس لإسرائيل وليروا إلى أين سيذهب الطرفان وهذا ما سنرى وسيصوت الديمقراطيون لصالح تقديم المساعدة لإوكرانيا والجمهوريون لصالح إسرائيل وعلينا أن نرى ماذا كان سيتم تمرير ذلك نعم السيد لورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق كنت معنا عبر تقنية زوم من واشنطن شكرا جزيلا لك وأيضا الشكر موصول لأسيد هينو كلينك نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق شكرا جزيلا على وجودك معي وأيضا السيد مايكل معلوف المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية شكرا جزيلا لك ومشاهدين الكرام بعد الفاصل بدءوا محاكمات الرئيس السابق والمرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في نيويورك ومتابعة لآخر ملفات الشؤون السياسية الداخلية الأمريكية في عين على أمريكا ابقوا معنا عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قاعة المحكمة في نيويورك هذا الأسبوع في سابقة تاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يحاكم الرئيس السابق لأول مرة بتهم ارتكاب جرائم جنائية وسيكون عليه انتظار عملية اختيار 12 شخصا يشكلون هيئة المحلفين الكبرى في القضية المرفوعة ضده بدفع مبالغ مالية لإسكاة الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ومنعها من الإدلاء بمعلومات عن علاقة معها خارج الزواج خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016 حضر المئات من سكان نيويورك إلى قاعة المحكمة في منهاتن لمباشرة عملية اختيار المحلفين من قبل المدعين العام ووكلاء الدفاع ستكون لهذه الهيئة كلمة الفصل النهائية في المحاكمة الجنائية التي يواجهها المرشح رئاسي المفضل لدى الجمهوريين وسيحاول الطرفين اكتشاف أي تحيز سياسي غير معلن لدى أي من المحلفين المحتملين فضلا عن قدرتهم على أن يكونوا منصفين إذا جرى اختيارهم يدعي ترامب أن القاضي إخوان ميرشان متحيز ضده ولديه تضارب في المصالح بسبب ابنته لارين كرئيسة لشركة أوثانتيك كامبينز التي يوجد لديها عملاء بينهم الرئيس جو بايدن وديموقراطيون آخرين بينما يحاول بايدن رفع أسهمه في استطلاعات الرأي وسط تدني شعبيته بفضل بعض التقارير الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع التضخم من جديد فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة الذي يثير غضب المستثمرين في سوق العقارات السيارات البورسة إضافة لتأثير دعم إدارة بايدن لإسرائيل في حربها على غزة والذي تسبب في موجة غضب عارمة في صفوف التقدميين من الحزب الديموقراطي والأمريكيين العرب شباب الجامعات وشريحة كبيرة من الأمريكيين من أصول أفريقية لمناقشة كل هذه التطورات وتأثيرها على سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية معي في الستوديو السيد مارك ألبرت الصحفي الذي عمل لمدة 25 عاما في كبرى شبكات الإعلام الأمريكية مثل السي بي أس وترأس وحدة الصحافة الاستقصائية في تلفزيون هيرست وهو الآن رئيس ومؤسس شركة ميديا أدفايزري للاستشارات الإعلامية أهلا بك سيد مارك وأيضا معي السيد كيث نهيجيا وهو رئيس مركز نهيجيا للدراسات السياسية الاستراتيجية في واشنطن بعد طويل لديه في العمل والتنسيق للحملات الانتخابية الرئاسية الأمريكية أهلا بك سيد كيث معنا أهلا بك في البداية سيد مارك دعني أسألك سؤال صحفي من خلال خبراتك الإعلامية دونالد ترامب يواجه هذه القضايا 91 اتهام في أربع قضايا في أربع ولايات مختلفة ولكن على الرغم من ذلك يحظى بتغطية إعلامية مجانية على مدار الساعة بدون أي شك هو تغطيته الإعلامية هي الأكبر في هذه السنة البعض يقول أنها نعمة وليس نقمة لأنه طبعا في عام الانتخابات كيف تعلق على ذلك من خلال خبراتك صحفي قدير وأيضا هل تختلف هذه القضية عن قضايا أخرى لأنها يعني يتدخل فيها مسألة ممثلة إباحية وعلقة خارج الزواج خاصة مع القاعدة المحافظة التي تدعم ترامب من الإفنجاليكان وغيرهم هذا حقا سلاح ذو حدين من ناحية لديك عدد هائل من كاميرات التلفزيون في كل مرة يذهب فيها إلى المحكمة دعاية مجانية ومن ناحية أخرى تظهر استطلاعات الرأي الآن أن عددا من الأمريكيين تذكرهم هذه الدعاية اليومية بكل ما لا يحبنه في دونالد ترامب لوائح التهام لأربع ثمانية وثمانية تهمة جنائية في أربع جهات قضايا مختلفة دعاية مجانية نعم لكن من ناحية أخرى يذكر الأمريكيين بكل شيء لم يعجبهم في إدارة ترامب سيد كيتي دونالد ترامب يعتزم أن يدلي بشهادته في هذه المحكمة كما قال في المؤتمر الصحفي مع مايك جونسون رئيس مجلس النواب هناك شهود آخرين مثل مايك كوهين المحامي السابق لترامب وستورمي دانيلز نفسها سوف تشهد برأيك هل هذه الشهادة لترامب محفوفة بالمخاطر يعني قد تؤدي إلى عدم يعني تعاطف القاعدة الشعبية مع ترامب وهل برأيك يعني يمكن أن يحظى ترامب أصلا بمحاكمة عادلة في منهات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ميول الشعب هناك للحزب الديمقراطي أهم شيء في الانتخابات هو الوقت قضاء الوقت في الجلوس في قاعدة المحكمة لا توجد كاميرات لا حديث إلى الناخبين في القضايا التي يريد الحديث عنها هو الضرر حقيقي حتى الإدلاء بالشهادة منبت الصلة برسالة التي يحاول إيصالها للناخبين أنا لسه محاميا لكن أود أن أقول أنه ربما يكون هو آخر شخص نريد أن نضعه على منصة الشهادة لأنه يورط نفسه دوما لذا فإن هذا لن يحدث ولكن علينا أن نتسأل هل كانت ستجري كل هذه المحاكمات إذا لم يكن هو المرشح والمنافس لبايدن هو هذا نقول ربما لا وإذا كان الأمر كذلك يجب علينا المناقشة والأمريكيون متشككون هل هذه حق المجرد ملاحقة سياسية أما أنه مجرم هذه بعض من الأسئلة لكنها تبعده عن رسالته حتى لو كان يتحدث عن إلى المرسلين بعد ذلك فهو لا يتحدث عن القضايا التي تهم الناخبين وإذا كان يتعرض لأربع محاكمات هذا وقت طويل جدا لذا لن يتمكن إنصال رسالته أمر متعمد من قبل خصومي ما يضر بقدرتي على الحديث عن الأمور المهمة قبل أن أذهب لسيد مارك لدي سؤال لك أيضا سيد كيف وهو يتعلق بكيفية تعليق ترامب على القاضي وابنة القاضي والمدعي العام ويعني على السوشيال ميديا مع وجود طلب عدم الحديث ولكن لو أي شخص طبيعي لو أنا أو أنت في المحكمة أمام القاضي وخرجنا من قاعة المحكمة وذكرنا تلك الأشياء عن القاضي ألا تعتقد أن ترامب يعامل معاملة خاصة من جهة هذا القاضي يعني كمواطن عادي موجود في الولايات المتحدة ويسب القاضي أو يسب حائلة القاضي سوف يكون تعامل القاضي معه صعب جدا كيف تعلق على ذلك؟ أعتقد أنه يجب أن يعامل بشكل مختلف كأحد المرشحين الاثنين لمنصب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير مكفولة في هذا البلد ينبغي أن يكون قادرا على الحديث عن أي شيء يريده خلال الحملة الرئاسية وضع حظر على ما يجب أن يقاله النوع من الجنون لذلك يجب أن يكون قادرا على التحدث عما يريده ومن ثم السماح للناس بالتفكير في الأمر ومن خلال هذه المحاكمات أمام هيئة المحلفين سيقرر تسعة أشخاص أو خمسة عشرة شخصا بل يجب أن يصبح لثلاثمائة مليون شخص تعداد السكالية المتحدة أن يقرروا ما يجب أن يتم في هذه القضايا بدلا من اختيار هيئة المحلفين بعدد قليل من الأشخاص سيد مارك مسألة قانونية اتهام ترامب والآن يتحدث عن الحصانة الرئاسية التي لا يريد أن يحاكم بسبب أن لديه الحصانة الرئاسية برأيك هل لو تم معرفة أن لديه هذه العلاقة مع ستورمي دانيلز عام 2016 في أثناء الحملة الانتخابية لن يكن ليفوز على هيلاري كلانتون وقتها لذلك البعض يتحدث عن أن هذه المسألة ووضع تغطية عليها ساهمة في فوز ترامب كيف تعلق على ذلك؟ أنت تطرحين السؤال المثالي في الوقت المناسب لأنه في الأسبوع المقبل قضية ترامب ضد الولايات المتحدة والمحكمة العليا سيقرر القضاة المحكمة هل يتمتع دونالد ترامب أو أي رئيس بالحصانة المطلقة لمختلف الأفعال سواء كترسمية أو غير رسمية ترامب ومحاموه في قضية نيويورك يطالبون بتأجيل القضية المعروضة أما المحكمة العليا والمقرر نظر فيها الأسبوع المقبل مما قد يؤثر على مسألة القضية في نيويورك وموقف القضاة في نيويورك ثابت وهو المضي قدما في هذه القضية الجمهوريون الذين يدعمونه لن يتركوا حتى لو تمت إدانته في جميع القضايا الأربع لقد اتخذوا قرارهم بالفعل الديمقراطيون حددوا موقفهم أنت تتحدثين حقا هنا عن شريح ضئيل للغاية من المستقلين الذين أظهرت استطلاعات الرأي إمكانية تأثورهم بالإدانة في المحكمة ولهذا السبب يريد دونالد ترامب استمرار تأجيل القضايا إلى ما بعد الانتخابات نعم طيب سؤالي لك حول استطلاعات الرأي طالما ذكرت استطلاعات الرأي يعني في السيئة أن هناك استطلاع الرأي يقول أنه 62% من أنصار ترامب لا يعيرون اهتماما أصلا لهذه القضية 36% من عموم الأمريكيين يرونها قضية غير جدية على الإطلاق في مقابل 58% يرون أن قضية اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021 في واشنطن قضية جدية كيف تعلق على ذلك؟ هل تعتقد فعلا أن قضية الهشماني أو الدفع الأموال لهذه الممثلة قد لا تعير اهتمام الناخب أم بعض الناخبين قد يتأثر بها خاصة النساء منهم؟ يعني لأنها في مسألة علاقة خارج الزواج وقد تؤثر على علاقته بميلانيا ترامب السيدة الأولى السابقة مثلا دعونا ننظر فقط إلى الانتخابات الأخيرة التي قررها 47 ألف ناخب في الثلاث ولايات حسب الانتخابات كم ناخب في الدائرة؟ معدل ناخبين في الدائرة أليس كذلك تتحدثين عن شريحة صغيرة جدا من الأمريكيين سيتأخذون قرارهم خلال الانتخابات القادمة بعد حسب البقية رأيهم؟ السؤال هو ناخبان لكل دائرة ما رأيهما في المحاكمة؟ مجرد شريحة صغيرة جدا قد يقولون محاكمات كثيرة جدا بالنسبة لي أو ربما سيقولون أعجبتني تعريفاته الجمهورية أعجبتني سياسة الهجرة أحببت كل هذه الأشياء أنا أريد البقاء مع ترامب مهما حدث لن نعرف مدى الصغر حجم هذه الشريحة نعم أنت على حق فعلا سيد كيثي اتهم ترامب إدارة الرئيس بايدن بالعجز والضعف في التعامل مع ملف الشرق الأوسط خاصة بعد اشتعال الوضع بين إيران وإسرائيل وهناك نسبة كبيرة من التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي غاضبون من أداء بايدن في هذا الملف هل تعتقد أن ترامب قد يستفيد انتخابيا من هذا الغضب داخل الحزب الديمقراطي أو المستقلين كما ذكر ضيفي السيد مارك؟ نعم هذه الانتخابات بأكمالها الآن لو أجريت اليوم لكانت بأكمالها مبنية على ميشيغن وميشيغن حيث الأمريكيين العرب أثر من نصف مليون عربي أمريكي نصفهم يعيشون في الولايات المتحدة يقيمون في ميشيغن وثمانين في المائة منهم يعيشون في ديتروي إذا بقوا في المنزل فقط لأنهم لا يحبون ما يفعل بايدن وربما تعجبهم جرء ترامب يقول نحن نحب الشخص الأقوى حتى لو لم يكن على حق يحاول بايدن اللعب مع طرفي أي قضية للفوز ولكن سينتابي الأمر بخصارة كليهما هذه ليست انتخابات محلية إنها انتخابات تشمل خمس أو ست ولايات وإذا خسر إحدى تلك الولايات الأكثر أهمية فهذا سوف يعرضه للخطر ولهذا السبب أعتقد أن الأصوات اليهودية ستؤثر في تلك الولايات المهمة لكن الأصوات العربية في ميشغين هي الأهم ثم هناك الأصوات الأرمينية في ميشغين والتي تشعر باللساء أيضا من بايدن إنها السياسة الخارجية ليست السيارات ولا السيارات الكهربائية في ميشغين إنها قضية السياسة الخارجية وهي التي تقرر مصير هذه الانتخابات سيد مارك ترامب يخوض سباقا أو رهانا محفوفا بالمخاطر بسبب مسألة الإجهاد لأن القاعدة الشعبية لترامب هي قاعدة محافظة وبعضهم كان يتمنى أن يدعم ترامب مسألة المنع الكامل الفدرالي للإجهاد ولكنه في تصريح له ترك الاختيار للولايات ولم يتعهد بمنعه فدراليا هناك من حزبه الجمهوري أمثال مايك بانس لينسي جراهام وغيرهم يرون أنه كان لابد أن يأخذ موقف أكثر تشددا هل برأيك أن الديمقراطيين سيستغلون هذا الموقف في صالحهم كما حدث في الميتورم إليكشن أو الانتخابات النصفية للتجديد الكونغرس برأيك أم سيكون الوضع في محايدة ما بين الطرفين في هذا الملف الإجهاد بالحديث عن محاولة إرضاء كلا الجانبين من القضية فالطرفين غاضبان حاولت دونالد ترامب تسويط قضية الإجهاد بالشكل يجعله يكسب طرفي القضية كان يعتقد أنه سيخرج ويلخي تصريح أن يسكت الجميع حتى توقف المرسلون عن سؤاله قال أنه سيترك الآن الأمر الليلاتة مؤقتا وما حدث في أريزونا نعم وبعد 24 ساعة انهارت استراتيجية ترامب عندما وفقت المحكمة العليا المحافظة في أريزونا بالإجماع على حياء القانون الذي تم تمريره قبل أن تصبح أريزونا ولاية الجمهوريون غاضبون نعم في الأساس قضية لم يجد الجمهوريون حلل لها بعد وما سنراه الآن في فلوريدا وولاية أخرى هذا العام حيث سيتم طرح القضية على بطاقة الاقتراع ما قد يؤدي إلى تغيير مجرأ الأحداث دونالد ترامب يحاول أن يكسب الجميع لكن استراتيجيته للأسف لم تنجح بسبب ما فعلته المحكمة العليا في أريزونا طيب سيد كيثي مسألة ملف الاقتصاد والتدخم ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاع أسعار الفائدة طبعا من الاحتياطي النقدي الفدرالي الأمريكي كل هذه الأمور تجعل نسبة الرضا عن أداء بايدن 37% وهو رقم أقل من ما يحظى به ترامب هل تعتقد أن هذا الملف ملف الاقتصاد سيكون له القول الفصل في انتخابات 20-24 وهل مسألة إلغاء القروض الطلابية من بايدن لبعض الطلاب سيشجع طلاب الجامعة وصغار السن والشباب للتصويت له أم لا ترى أن الموضوع له أهمية كبيرة أعتقد أن تضخم هو العامل الأكبر في الوقت الحالي عندما يذهب الناس إلى البقالة كما يدفعون ما هي تكلفة توظيف الناس الاقتصاد على الورق يبدو جيدا جدا التضخم يترجع لكن هناك أشخاص يحاولون عبور ذلك ويخشون مفاجآت النفقات الكبيرة القادمة قد يذهب الناخبون لصناديق الاقتراع لكن الأمر متروك لبايدن وترامب لحسب الخيار رأيت الكثير من الأشخاص يذهبون للتصويت ولا يصويتون وهو ما حدث بالفعل كان الأمر لا يصدق حقا ومن ثم هناك الأشخاص المستقلون الذين يديرون هذا الأمر فمن المهم أن يفوز المتفائلون دائما في الانتخابات وإذا كان بايدن مترددا لا يحسن التعبير عن نفسه وكذلك ترامب غاضب من هذه المحاكمات أنت لديك فرصة لتجدين شخصا مثل روبرت كينيدي أو شخص آخر يبدو متفائلا ينظر إلى المستقبل أصغر بعشرين عاما من الأشخاص الآخرين الذين يتنفسون ويمكن أن يؤثر على السباق بالنظر إلى ذلك الاقتصاد رقم واحد دائما لكن تضخم على وجه الخصوص الأرقام التي صدرت هذا الأسبوع لا تتحسن التضخم لا يختفي يجب أن يصل إلى الدرجة بحلول الخريف قادرين على التخلص من التضخم ليتمكن بايدن من الفوز في هذا الشأن حتى اليوم قال رئيس الاحتياط الفدرالي جيروم باول أن خفض الصعر الفائدة قد يأتي لاحقا هذا العام لقد خففنا من التوقعات لأن تضخم بدأ بالفعل نعم لأنه كان هناك توقع أن تبدأ في ربما مارس وثم أجلوها لجون أو شهر يونيو وقال سنؤجلها مرة أخرى فيبدو أنها لن تأتي قريبا مسألة التخفيض الفائدة طيب ملف الهجرة غير الشرعية سيد مارك وهو مسألة مؤثرة لكثير من الأمريكيين خاصة في ولايات الجنوب كاليفورنيا فلوريدا أريزونا وأيضا تكساس طبعا رأينا المشكلة الكبيرة ما بين الحكومة الفدرالية وحكومة جريج أبوت حاكم تكساس الجمهوري بسبب ملف الهجرة هل تعتقد أن قضيات الهجرة غير الشرعية هي أولوية ستكون لتصويت المواطن للتفضيل ما بين ترامب وبايدن مثلما كنا نتحدث عن كيفية قيام الديمقراطين بتحقيق المكاسب من قضية الإجهاض حقق الجمهوريون مكاسب من قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة على الحدود رأينا في شهر مارس انخفاضا في أرقام الاعتقالات على الحدود الأمريكية لكن بايدن لا يحصل على أي مكاسب من ذلك في الواقع هو يتلقى اللوم ليس هناك شك في أنه لا يوجد تمويل كافي لها ولا موظفين ربما كانت صفقة الحدود خلال 30 عاما هي الأكبر وكانت ستشكل جزءا من تمويل أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين كإسرائيل لكنها غابت لأن دونالد ترامب طلب من حلفائه الجمهوريين ذلك وهم الآن ينتقدون جو بايدن لعدم القيام بأي شيء على الحدود ويواجه بايدن مشكلة حقيقية بشأن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك سيد كيث يمثل رأي العام الأمريكي لا يحب أو لا يفضل تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط وربما كان هناك غضب من الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في عهد إدارة الرئيس بايدن الآن هناك اشتعال الوضع في الشرق الأوسط حرب ما بين إسرائيل وحماس وتدخلت إيران على الجبهة وأصبح الموقف أكثر تعقيدا برأيك ملف السياسة الخارجية هل يمكن أن يثير حفيظة المواطن الأمريكي الناخب ضد بايدن يعني ليس لديه رغبة في أن يكون بايدن هو من يتحمل يتحكم في هذا الملف خاصة وأنه في عهد ترامب لم تكن هناك حروب في الشرق الأوسط كيف تعلق على ذلك إذا نظرت إلى معادلات التأييد والرفض لبايدن بعد انسحاب أفغانستان مباشرة تغيرت وانقلبت ولم تعد لطبيعات فيها خلال عامين ونصف قضية السياسة الخارجية بسبب الطريقة التي انسحبنا بها من أفغانستان هناك الكثير من عائلات العسكرين في هذا البلد وحتى الأمريكيين من أصل إفريقي واللاتنيين وبعض هذه العائلات العسكرية العريقة أحد الأسباب لتأكد شعبياتي في مناطق الجاليات الإسبانية والجاليات الإفريقية بسبب سياسات العسكرية الناس يستأون مما حدث في أفغانستان هناك الكثير من التردد بشأن المكان الذي يجب أن نذهب إليه وكافية التدخل ولكن النظر إلى السياسة الخارجية خلال الأيام الماضية والتي كانت صعبة للغاية لأننا لا نبعد برسائل واضحة بخصوص ما نريد القيام به حتى بالنظر إلى أوكرانيا لا أعتقد أنه عبر عن السياسة الرابحة أو كيف سيضع نهاية لهذه الأزمة لا يبدو أن الجميع قد حددوا نهاية لهذه الأزمة ونتيجة لذلك مرت سنوات والآن أوكرانيا تذكر أن الكونغرس بدأت تصويت على حزمة المساعدات هذه منذ بضعة أسابيع بعد شهر أكتوبر وظنوا أن الحسم سيكون في الشهر الأول ثم بحلول عيد الشكر ثم بقدوم الكريسمس ونحن مقبلون على الفصل الصيف وهذا يظهر لك فقط عندما تنظرين إلى مجلس النواب الذي يمثل الشعب وهم يعبرون عن رأي عامة الناس الذين يتفقون على إداراته للسياسة الخارجية لذا من الصعب عليه القيادة إذا لم يكن لديه بعض هذا الدعم الواضح نعم طيب سيد مارك أيضا مسألة ترامب يعني ترامب مسألة الشرق الأوسط بالنسبة لإدارة ترامب السابقة كانت الأمور ربما أهدأ نوعيا في هذا الملف لكن طبعا لا يبدو أن الحرب قد تشكل خطرا كبيرا على ترامب لأنه كان من أكثر المؤيدين لإسرائيل لكنه لم تقم حرب في عهده ضد الفلسطينيين ولم يقتل هذا العدد 33 ألف فلسطيني هل برأيك أن الحرب تخدم ترامب في أن ينتقد بايدن ويحظى ببعض التعاطف من الناخب الأمريكي السياسة الخارجية لترامب يراها الناخب الأمريكي أفضل من السياسة الخارجية لبايدن بغض النظري عما يحدث يمكن لدونالد ترامب أن يشير إلى اتفاقيات أبراهام التي مهدت الطريق لبعض التعاون رأينا إيران أسلت سربا من المسيرات نحو إسرائيل عدة دول هبوا لدفاعي عن إسرائيل وساعدوا في إسقاط تلك المسيرات وقع ترامب على اتفاق السلام مع طالبان لكن الرئيس بايدن نفذ هذا الانسحاب نجح جو بايدن في تشكيل هذا التحالف الدولي بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي لكنه يتعرض الآن لعدم الانتقادات لعدم وجود استراتيجية واضحة لأوكرانيا وإلى أين تسير الأمور وحزمة المساعدات العالقة منذ ستة شهر لذلك كان الأمر صعبا عليه مؤخرا السيد كيث نهيجيان رئيس مركز نهيجيان للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن شكرا جزيلا على وجودك معي وأيضا السيد مارك ألبرت رئيس ومؤسس شركة ميديا أدفايزري للاستشارات الإعلامية شكرا جزيلا على وجودك معي في هذه الحلقة شكرا وأعزائي المشاهدين انتهت بهذا حلقة عين على أمريكا هذا الأسبوع شكرا للحسن المتابعة وإلى اللقاء